تحت ضغط أوميكرون وضخ مخزونات استراتيجية لكبار المستهلكين، يلتقي مجدداً أعضاء تحالف أوبيك بلاس في اجتماعهم الشهري، والهدف سياغة اتفاق يبدو عسيراً ومعقداً، يجنب أسعار النفط مزيداً من التراجع في ظل مخاوف ضعف الطلب وعودة العالم لفائض المعروض النفطي خلال الربع الأول من السنة المقبلة. التحالف الذي أجل اجتماعه يوماً واحداً سينظر في تدعيات المتحور الجديد لفيروس كورونا من دون إخفال تحذيرات من مخاوف جدية صدرت الاثنين عن منظمة الصحة العالمية. عنا اجتماع الأوباك والأوباك بلاس، ورح ندرسه تقارير خبراء في المجال، ورح نأخذه إجراءات لكي دائماً نبقى في إمدادات اللي يكون جيدة بالنسبة للسوق، إمدادات لتخلي أن السوق يسترجع التوازن تعود. تحور هذا الأخير لأنه ينتشر بسرعة، وخلت دول أوروبية وغيرها تبدأ تأخذ في إجراءات، فلهذا يكون التأثير دائماً أولي بالنسبة لهذا التأثير بالنسبة للكوفيد، هذا وخاصة المتحور الأخير. التحالف الذي تقوده السعودية الحليف القريب لواشنطن، وروسيا الخصم التقليدي للولايات المتحدة، يواجه في المقابل حرب أسعار بإعلان جو بايدن استخدام خمسين مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية البالغة حوالي ستمائة مليون برميل، ضمن صحب منسق من الاحتياطي مع كل من الهند واليابان وبريطانيا وكوريا الجنوبية. خطوة وإن فشلت في خفض الأسعار بتسجيل ارتفاع تجاوز 2.5% في اليوم الموالي، فإنها دفعت السعودية وروسيا في إطلاق محادثات بعيدة عن الأضواء لبلورة رد على التحرك الأمريكي المنسق. تقارير أعلامية أشرت إلى أن الحليفين الجديدين يتجهان لاقتراح إلغاء زيادة مبرمجة في الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا جنفي المقبل في تحدي سعودي غير مسبوق للإدارة الأمريكية.